مركز تصفية الدم أمل الصخور السوداء مشروع آخر من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع مؤسسة الأمل مركز يتموقع في قلب الدار البيضاء ويوفر خدماته الصحية للفئات المعوزة بالمنطقة هؤلاء المستفيدون يشكلون عينة من مرتفق المركز الذين يأتون حسب جداول زمنية محددة طيلة أيام الأسبوع هذا المركز هو حالة خاصة من المراكز اللي بنينا لماذا؟ لأنه تخينا فيه طريقة التسيير وطريقة الحكامة أننا ندرنا مشروع مدير للدخل وهذا المشروع هو المدرسة بجانب المركز التي تدر ما يقرب على مليون وخمسمائة ألف درهم في العام التي تتساهم تهيئة في تسيير والحمد لله نحن للمستوى الميزانية للمراكز كلها فوق الوحدة الـ 17 مليون درهم المركز يدمر تقريبا 172 مريض لدينا 40 ماشين دياليز يعني كان أخذوا الناس اللي هم في حاجة دياليز يعني الكباسيتة ديالسانتخ تعدات يعني الناس ديال المنطقة اللي هنا يديرين بجميع ما تنقتصوش غير الملايين أي واحد في حاجة دياليز كان تدخلوه في هذا المركز يعني دليل أننا كان جيبوا الناس من مناطق بعيدة مثل المبني من القنيطرة يعني كي يلجئوا لنا هنا للمركز وكان لبيوا طالب ديانهم تجهيزات حديثة تضمع للمركز الاستمرارية في العمل دون انقطع مولدات كهربائية ومصفات خاصة للمياه إضافة إلى معدات طبية خاصة المشروع حقق أرقاما مهمة في استقبال المرضى وبلغت سمعته خارج الضار البيضاء سنين ونا مصاب بهذا المرض والحمد لله المصلحة مزيانة كل شيء مزيان أمور غدا أحسن ما يرام مردت معنا مزيانين أمور كلها غدا بخير الله ملك العمد كي يستقبلونا مزيان وكان ديالي زياننا مزيان كانت حاجة خاصة للدوة كي يساعدون الحمد لله الساعة أمور مزيان كل شيء مفر كل شيء البنة المعملة مزيان التغمير الإدارة للتسحة الطبا كل شيء الحمد لله ميزة المسروع أنه افتتح مدرسة خاصة تساهم بمداخلها في ضمان جزء من مصاريفه تدبير إبداعي يجعل المركز متميزا من بين المشاريع المشابهة يخفف الضغط المالي الملقى على عاتق مسير المشروع